عموماً عايز برضو أتكلم مع حضراتكم في أمور أخرى وهي مع أساس الرياضة والروح الرياضية والأخلاق الحميدة هو الكرة أو أننا نلعب كرة قدم بأخلاق وبشكل جيد الرياضة اسمها كده الرياضة طول عمرنا بندرسها كده الرياضة أخلاق الرياضة أخلاق احنا داخلين على مباراة قبل نهائي كس مصر وداخلين على مباراة أهلي وزمالك يوم السبت القادم وبعدين مثلاً أحد أعضاء مجلس إدارة أحد الأندية خرج بتصريح أنا نحن بشوفه أنه تصريح كارثي لأن تصريح لن يمحى من التاريخ من كتر ما هو كارثي قال كده الأهلي قدم رشوة لما تنازل عن لقب السوبر السلة للاتحاد السكندري أولاً بعيداً عن نادي الأهلي أولاً اللي علاقاته متميزة وستظل دائماً ما بين الجمهورين حديله عشان أخد مروان عطية يعني أنت اختصرت النادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري في مروان عطية لعيب كويس وكل حاجة ولكن أنا مستعجب جداً وأمندهش من من الكلام اللي بيتقال على جمهور السكندرية يعني بدل ما نبني على موقف رائع زي ده نقول فيه أن الأخلاق أهم من البطولات طلع حد يشكك في هذا الأمر والمفروض أن ده يكون سايد ما بين الأندية كلها أولها أهلي وزمالك واحد طلع يشكك في هذا الأمر ويقول كلام لا يصح أن يقال على نادي كبير وجمهور كبيرة وعريضة زي جمهور نادي الاتحاد السكندري أنا مش هكلمك على النادي الأهلي لأنه النادي الأهلي لا يعني الموضوع أقل من أن أتكلم على كده ولا الاتحاد كمان ولكن عيب اللي أنت بتقوله ده كلام اللي أنت بتقوله ده عيب يجب أن يتم تأسيس إحنا كده كده يا أخي الموضوع بسيط مباراة وانتهت وأنا طيب أنا هقول شهادة حق في هذا الأمر بعد إذنكم وأنا يعني لأول مرة هطلع حاجة يعني حصلت قدامي ولكن أنا هقولها هقول شهادة حق وأتحسب عليها يوم القيامة هتحسب عليها يوم القيامة بعد ما حصل كده كنت قاعد وكان عندي هوا بعد ما خلصنا كنت قاعد مع بعض أعضاب مجلس الإدارة بالصدفة يعني والله يعني هذا الكلام حصل الناس بينها وبين بعض اتفقت على شيء واحد فقط وهو أن جمهور النادي الأهلي ونادي الاتحاد يستحقوا هذه البطولة مش هقول تفاصيل أكتر من كده ولكن فيه تفاصيل يسأل عنها بقى أعضاب مجلس دارة الاتحاد السكنداري والحج محمد مصلحي هذا الرجل العظيم والكبير يسأله في هذا الأمر ولكن اللي حقدر أقوله أنه في موقف حصل قدامي بعد المباراة ولا كان في مروان عطية ولا كان حد بيقول مروان ولا كان حد بيتكلم في هذا الأمر عيب مثل هذه الأمور يجب بالعكس لحضراتكم لازم تكرموا الناس وتقولهم شكرا على هذا الموقف البطولي الرائع ونتخانق في الباقي ما فيش مشكلة ولكن لو عملت موقف بطولي كويس أو موقف مش بطولي ولا حاجة أنا آسف هو موقف إنساني رائع من نادي كبير لنادي كبير أنا متأكد أن النادي الاتحاد السكنداري لو كان حصل العكس بعد الشر عن أي جمهور يعني كان عمل كده أنا متأكد لأن هذه هي الأخلاق الرياضية اللي دايماً بنتعلمها داخل النادي الأهلي وداخل الأندية المحترمة الكبيرة كل الأندية محترمة وكل الأندية على دماغي وكل الجميل على دماغي من فوق ولكن الإشاعات وإثارة الفتن دايماً مش غريبة عليك مش غريبة عليك أبداً لأن كل الكلام اللي أنت بتقوله ده لا يصح بل بالعكس كان يجب أن تخرج وتسلم على الناس وتقولهم شكراً على هذا الاحترام وجهة نظري في هذا الأمر وقلتها لأنه موضوع الحقيقة كنت متخيل أن بعض من لا يشجع النادي الأهلي حيروحوا ويقولوا بصوا النادي الأهلي عمل إيه بلاش النادي الأهلي بصوا النادي الاتحاد كمان تقبل الموضوع بشكل رائع إزاي ما بين الجمهورين وده اللي عايزين نبني عليه وده اللي عايزين نعلم ولادنا الأجيال القادمة على أن النادي الأهلي استطاع أن يرسي مبدأ أن البطولات مش كل حاجة ولكن الأمور الإنسانية أفضل من ميت بطولة ترجمة نانسي قنقر